اشتركوا في القناة مضت على انطلاق المعرض العربي للآليات الهندسية وها هو اليوم يفتتح أمام مرأة وأعين المهندسين والمعنيين ليبحث واقع الطاقة والثروات الطبيعية في المشاريع الحكومية من خلال طرح كل جديد ومبتكر حول المباني الخضراء أي التي تعنى باستخدام التطبيقات المتعددة للطاقة أو تقنيات البناء المستدام لتوفر حياة بيئية تحافظ على التوازن الاقتصادي والبيئي في ظل تأثير المتغيرات المناخية على هامش هذا المعرض سوف تعقد العديد من الندوات وسوف تكون الفرصة متاحة إلى المختصين لمناقشة العارضين إلى هذه المواد والاستفادة القصوى من المميزات الجديدة التي تصب خاصة في مجال استهلاك الطاقة واستخدام المواد الصديقة للبيئة وترشيد المياه وإيمانا بأهمية مبادرة المباني الخضراء المستدامة تسعى وزارة الأشغال وشؤون البلدية والتخطيط العمراني إلى تنفيذها في مشاريع المباني الجديدة لمختلف الجهات الحكومية التي تقوم على تنفيذها أو صيانتها وزارة الأشغال وشؤون البلدية والتخطيط العمراني نحن نشجع مثل هذه المعارض ونحرص على تشجيع المهندسين والمهندسات وأيضا المتدربين للاستفادة القصوى من هذه الفرص لأنها كلها تصب في تنفيذ مبادرات الوزارة نحو المباني الخضراء إلى جانب ذلك فأن المباني الخضراء ساهمت فيما سبق بتوفير استهلاك الطاقة والماء وخفض تكاليف التشغيل والصيانة التي لا توفرها المباني التقليدية ما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني إمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين